أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة وكده دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء أمين عام التحدي الغرف التجارية العربية ورئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية وشهد اللقاء استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية حيث يحتل الاقتصاد البرازيلي المرتبة السابعة على مستوى العالم وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية كما شهد اللقاء أيضا تسلم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والمقرر عقده في مدينة ساوبولو في يوليو القادم